خلال هذا الاجتماع بسط المسؤولون الجهويون التابعين لمصالح الوقاية المدنية والمصالح الأخرى كل التدابير المتخدة في مختلف الاختصاصات خاصة تلك المتعلقة بمراكز الوقاية المدنية مبرزين أنه تم استقدام عدة معدات تحسبا لأي طارئ الاجتماع وقف أيضا على خطة عمل المصالح الصحية وطرق استعداد الفرق الطبية لتدخل في حالة ما استدعى الأمر ذلك اليوم بأمر من جلالة الملك محمد السلام صلى الله جهد الوفد الاجتماع بمنتخبين ديال الإقليم وبالسلطات الإدارية ومصالح الأمنية كذلك لإبلاغهم أولا عطف وردة صاحب الجلالة على الساكنة ديال المنطقة وكذلك الاهتمام دائم لجلالة الملك بهذه المنطقة وحرصها على تنميتها الوفد جاء بشيط معا ويشوف الوضع عن كتب كيف هي الإجراءات التي اتخذت والحمد لله أنه تضح من خلال الاتصال بالمسؤولين وكذلك هذا الاجتماع التي تم عقده أنه الأمور اتخذت بجدية من طرف الجميع اتخذت إجراءات سواء سواء إجراءات استباقية على مستوى جميع المصالح من أجل مواجهة أي طارق بين التعزيزات أولا بالنسبة للقدرة الاستشفائية عن حل 84 سرير جديد الاستشفائي للاستقبال الزائرين كذلك تهم التعزيز بخمسة دية سيارة الإسعاف من نوع ألف يعني اللي هي كعبرة على خالية الإنعاش وكذلك التعزيز بواحد اللائحة كبيرة دي الأدوية والمستزمة الطبية اللي غير يتم دم دي المستشفائها وكذلك بالنسبة للمرقز الدم هناك واحد تعزيز كذلك بالنسبة للدم اللي صبح الله كانت الحاجة له وكذلك بالنسبة للاختصاصيين والأطباء كلهم كانوا واحد الخاليات للاستقبال اللي تعزيز باش كل المستشفائي اللي يخدمون المستشفائي يرشعون المستشفائي يقدمون والمستشفاء عنده واحد المخطط استعجالي اللي يتم تفعيل دياله في مثل هذه الحالات في المستشفاء وعلى صعيد الجهة وكذلك في الرباط هناك خالية اللي يتم تفعيل ديالها المواكبات لقدرلات الوضعية لكان شيء هزة كذلك الوفد قام بعد ذلك بزيارة تفقدية للمستودع الجهوي للويقية المدنية الواقعي بالمجال الترابي لجماعة إمزورن حيث طلع هناك على التجهيزات المتعلقة بالإسعافات الأولية وكل الأليات والتجهيزات اللوجستيكية الخاصة بالبحث عن الناجين تحت الأنقاض وكذا الخيام المخصصة لاستقبال المنكوبين ويعتبر هذا المستودع حلقة من ضمن سلسلة المستودعات الجهوية المنتشرة عبر التراب الوطني والتي تدخل في إطار سراتيجية وطنية للويقية المدنية لمواكبة حالات الطوارئ بما فيها الزلازل الويقية المدنية قامت بإنشاء مجموعة من المراكز من أجل تقطيع ديالها بشكل عقلاني وتأتي في مقدمة المركز المركز الذي هو موجود في مدينة الحسيمة ومركز اللي كان في كتامة ومركز في بشاوية تارغيس ومركز في بني ورياغ الروادي وبلدية إمزورن فبالدية إمزورن هناك واحدة متنقلة اللي كما اللي احنا متواجدين فيها الآن اللي كتضم جموعة من العساد اللي تنقموا بالتي نفعناها في عمليات هذه التنقيب والبحث عن المركوبين وكذلك العساد اللي يمكننا أنه بوسط ويتم إيواء المركوبين الزيارة إذن تجسد الرعاية والعناية الخاصتين اللتين يليهم جلالة الملك لساكنة المنطقة التأتي في سياق تنفيذ تعليمات المولو يساميا للوقوف عن قرب على حقيقة الوضع ومواكبة المتضررين من الهزات التي حصلت بالمنطقة وكذا النظر في الحاجية المستعجلة لرعاية صاحب الجلالة حفظه الله